احلى شي من تكون سيارتك هالفحصان واول ما تدوس يصير بياك هذا الشي زيني شلون صار؟ شوف صديقي اذا كانت مركب تايرات عادية اللي يكون بها التماسك في طي ودست من نص صفر او حتى من سرعة بطيئة را تلاحظ ان التايرات تفتر بمكانها وتسبب بيرناوت لماكن تماسك بين التايرات وبين القاعد اعدد لك الانواع 1 العادي او الهارت هذا تكون به نقشات حتى يتفرر المي اذا كانت الارض مبللة ويكون عمرة طويل بس التماسك ماله في طحشاك اثنين بالتاير اللي ياخذ خيط يسمونه سيميسليك واللي تكون نقشات تفريغ المي بيه قليلة والتماسك مال على الارض المبللة يعني مو زيان بس التماسك مال على الارض اليابسة ممتاز لان مساحة التلامس بينه وبين الارض شبيرة بس ما راح يطاولوا ياك ثلاثة بالتاير اللي يضرب مزيل يسمونه فوليسليك واللي يكون التماسك مالته جدا ممتاز لان التاير كله يكون ملامس للارض بس عمرة كلش قليل وذا طلعت بيه والارض مبللة حرفين راح يخلي السيارة تتحكم بيك مو انت تتحكم بيها اربعة التاير المايع المايعين واللي يسمونه دراقسليك او النفاخة واللي مستحيل تمشي بيه عالشارع بس عالدراق وذا امان شبه بعلي تشاب السهم تلوتش بيه دقيقتين والذبة هذا همين ما يطاول باك كم دوسوا هم ذبة وهذا بصراحة يراد الحق الوحدة وهذا النا اخر ثلاثة انواع لازم تحميهن وتوصلهن درجة حرارة معينة قابل لا تدوس بين حتي تحصل على اكبر تماسك باختصار كلما زادت مساحة تنامس الاطار مع الارض كلما راح تنطلق بسيارتك اسرع وبدون ما تفاحط